أحالت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إحدى نتائج عمليات الاستهداف منطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظري باحتمالية وجود حادث عرضي وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة لتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل العمليات المنفذة بمنطقة العمليات اليوم الخميس الموافقة الثالث عشر من سبتمبر 2018 وبناء على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع ضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر المنطقة الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة مران بمحافظة صعدة والتي تعد من مناطق العمليات العسكرية فقد حيلت كامل الوثاغ المتعلقة بالحادث للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك أؤكد التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخذ كافة الإقراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية